وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين وهو الأمر الذي أشاد به رؤساء الأحزاب السياسية معتبرين ذلك دعما جديدا للمواطن وسط الأزمة التي يشهدها العالم تنفيذا لتوجيات القيادة السياسية بدأت مدريات التموين على مستوى الجمهورية صرف الصلاة الغذائية بالزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية حيث وجه رئيس السيسي بتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية أول يوم هو في الصرف المواطنين بدي عليهم السعادة زي ما انتم شايفين ما فيش تدبر من حاجة وبيتم الصرف في 100 جنيه للأسراء الواحدة 200 جنيه للأسرين أو 3 و300 جنيه ل3 أسر في أقصر علاوة على السلعة التموينية التي تصل في الطبيعية التي تصل في كل شيء الزيادة دي لمدة 16 نحن عندنا الحملات مستمرة خلال اليوم على مدار الشهر عندنا حملات تطلع من المدرية وعندنا حملات من الإدارات التابعة للمدرية على مدار اليوم في حملات الصبح وفي حملات بعض الضرب يتابعوا المخابز والبقالين والأسواء الحزمة الاستثنائية التي أقرتها الدولة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرى واحدة وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقة التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة 300 جنيه إليها ده كوبون لبطاقة 5 أفراد 225 ووقت 100 جنيه بقى 325 ده بطاقة أربع أفراد بـ 200 جنيه تريع له كوبون بقى 300 جنيه فوقت 100 جنيه كمان يبقى كده 300 جنيه بالنسبة للمواطن بيطلع له كوبون على العيش كوبون العيش بيطلع له من تحت كوبون يطلع له جلك 100 جنيه لمدة 6 شور 100 جنيه لمدة 6 شور فالمواطن بيبقى عارف قبل ما يجي يصرف من ثمين بيبقى عارف أنه جاينه 100 أو 200 أو 300 عدد المستفيدين من الدعم التمويني الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المواطن يصل إلى 36 مليون مستفيد وستكون زيادة من 100 جنيه حتى 300 جنيه على حسب أعداد الأسر المقايدة بكل بطاقة تموينية تخفيفا عن كهل المواطنين ودعما جديدا للمواطن المصري وسط الارتباكات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية أحمد الحسيني التلفزيون المصري